موسيقى 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 مرجعنا لكم مرة تانية بعد الفوصل ويمكن فكرتنا زي مهمة جدا بقى للناس اللي رايحة بتقدم على وظيفة انا بكتب في لسي في حاجات خارقة خارقة ممكن فعلا فيه مننا يبقى هي زي كدراته وكفائته لكن انا بكتب في لسي في حاجات انا ممكن ما كنتش معرف يعرف عنها اي حاجة فاروح اقدم فاروح اقعد في المقابلة ايه طيب ايه العمل يعني الاسئلة بتتوجهلي انت كاتب في لسي في كذا بشتغل تحت ضغط بنسمع حاجات كتير جدا اثناء الانترفيو انت ايه كدراتك طب انا بقف كده طب ازاي استعد للمقابلة ازاي اجاوب على حاجات انا اعرف ان هي في السي في ازاي ان انا اشتغل تحت ضغط طب ايه الاسئلة اللي ممكن تتوجه لي معرفش اجاوب عنها طب احلها ازاي واجاوب عنها حاجات كتير قوي برايح المقابلة عاملة ازاي منينا كتير جدا برايح المقابلة مضغوط متوتر ممكن يكون هو فعلا عنده القدرات والكفاءات دي بس انا مش عارف هتكلم ازاي انا ساعدت كتير بنسمع انا بتلقلق بخيف بتوتر في المقابلة كل ده احنا هنعرف بقى مقابلة العمل دي يتقال فيها ايه ويترد بها ازاي وما نحاولش خالص خالص ان احنا نقول حاجات مش حقيقة يرحبنا النهاردة يكون معنا استاذ بولا مجزي تودروس استشاري تدريب وتطوير مؤسسات استشاري صحة نفسية وارشاد أسري اهلا بحضرتك اهلا بيك يا مريان اهلا بالشباب والاستاذ المشاهدين اهلا بيك المقابلة الشخصية بتاعت العمل الانتربيو ازاي استعد الانتربيو صح طيب خليني كده في البداية اقولك ان جملة كده بتقول العالم او المجتمع يفسح الطريق لمن يعرف نفسه والى اين هو ذاهب يعني لو انا مش عارف انا مين وامكانياتي وقدراتي ومهاراتي ايه فللأسف يعني فيه كتير هيمكن يزبقني وياخد المكان اللي انا بفكر فيها او عايز اوصلها فاحنا محتاجين نبعارفين نفسنا كويس جدا وده ياخدنا النقطة يعني كانت حكمة قديمة كده تقول ان انا كثيرا ما نتقابل مع الاخرين الا ان انا نادرا ما نتقابل مع انفسنا احنا مش عارفين نفسنا فعشان كده قبل ما اروح الانترفيو لازم ابيعامل استعدادات كده او تجهيزات او تهيئة تهيئة دي جزء منها تهيئة نفسية والجزء التاني تهيئة ذهنية بالمعلومات بالتجهيز المهارات بكتابة السي في او السيرة الذاتية بتاعتي كل ده مطلوب علشان لما اروح يبقى قطعت شط حلوة قوي في الاول وبعدين الشط التاني جوه بقى حلبة المصارع بتبقى ايه التوتر كله والقلق كله والواحد يبقى حي وخصوصا لو شخص لسه فريش جراد يعني متخرج جديد وخبرته لسه قليلة وما عملش انترفيوات قبل كده خالص يعني انا افتكر اول ما اتخرجت كتير اسمع هتروح لتابة الـ HR انا مش عارف مين هو الـ HR لدرجة انهم خوفوني من شخص اسمه الـ HR الـ HR دايما بيخوف اي مش عايزين نظلمهم الحقيقة يعني لكن بعيدا عن الموضوع هزار ولا لقى في موضوع الـ HR يعني لكن انا اصدت اعمل حاجة حلوة اوي عملت ما يقرب من 52 انترفيو في مكان مختلف اماكن مختلفة بهدف حاجة واحدة بس اعرف هو الـ interview بيعمل في ايه بيتعمل في ايه مين هو الـ HR او اللي بيسموه الـ recruiter اللي هو الشخص القائم عملية المقابلة يعني ما كانش هدفي في الـ 52 انترفيو ان انا اتوظف واحدة من الوظيفة اللي انا رايح اتقدم عليها كل هدفي ان انا اكسر الحاجز النفسي رقم واحد رقم اتنين افهم المقابلة بتمشي ازاي تبدأ ازاي تخلاص ازاي وايه نوعية الاسئلة اللي ممكن تتسايل في الانترفيو اوه ده بيسأله اسئلة ايه يعني دايما بسمع ايه بيحطوك تحت المفرومة كده بيبقوا ايه الهدف من ده هو خليني اقولك على حاجة يعني دايما بيتشبه كده الشخص اللي هو المسؤول عن التوظيف اوه فمحتاج ان هو يعرف عنه كل حاجة لان هو هيامن له ويدخله الشركة اللي هو الوجهة بتاعته او اللي هو شغال فيها صحيح فهو محتاج يكون بيكون يتحرد دقة طبعا بعيدا عن ان فيه شخصيات ممكن تكون عندها اضطرابات نفسية بتطلحها وعقادها النفسية بتطلحها على المتقدم للوظيفة لكن ده مش قصتنا دلوقتي صحيح عشان يطلع بمجموعة اشخاص او ممكن يبقى شخص واحد يتقدم الاف او مئات او عشرات وعايزين واحد او اثنين او ثلاثة بالكتير صحيح تمام فطبعا لازم فيه مفرامة يعني انا اكيد طيب انا رايح زي ما حضرتك قلت فيه ملايين متقدم للوظيفة دي ده حيح بس ازي نكون ملفت بقى للنظر يعني يبقى ان العين تبقى علي وهو ده الشخص المناسب للوظيفة كويس تراكينج سيستيم يعني ايه بقى يعني نظام تتبع المتقدمين للوظيفة كل الهدف من التقنية دي او التكنيك ده ان كتير من السير الذاتية بتتبعت على الايميل للشركة اللي عاملة اعلان الوظيفة فكل الهدف الابليكيشن ده او النظام ده بيعمل ايه بيجمع كل السيفيز ويفلطرها هما بيحطوا زي كيوردز كده او كلمات مفتاحية عايزين اللي مؤهل فيه الحتة الفلانية اللي عنده اللغة الفلانية اللي عنده المهارة او القدرة الفلانية طيب الاف السيفيهات ممكن تتبعت صحيح الابليكيشن او النظام ده ممكن يعمل ايه من كل ده يجيب الاقرب للي هم عايزينه وبنان عليه كل الباقي بيبقى اوت فبنان عليه الخطوة الاولى ان انا محتاج اعمل سيفي كويسة وخلينا اقول للشباب حاجة حلوة قوي ايوه كلمة سيفي هي اصلا ايه السيرة الذاتية والسيرة الذاتية هي بالعربي مؤنثة طب ليه لما نيجي نقول السيرة الذاتية مؤنثة ونيجي نقول السيفي نقوله بالصغة المذكرة فدي حتة فنية قوي يعني لو الاتش ار سمحها من الشخص المتقدم للوظيفة يقول السيفي بتاعتي بنقولش السيفي بتاعي فيفهم قوي ان الشخص ده شاطر فاهم يعني ايه سيفي يعني ممكن كمان ييدققه في حاجة لو الاتش ار فاهم يعني لو هو دارس قوي من موارد بشرية وفاهم وعرف الفرق بين كلمة سيفي وريزوم او ريزومي على حسب تتنطق هو يعرف ويقدر جدا الشخص ده لا ده هو ده شكله ايه عادي الطلب يعني عارف فانا محتاج اعمل سيفي كويسة واكتب فيها الحاجات بكل مصداقية وبكل امان ده احنا هنقف عند الحتة دي كتير قوي يعني ده احنا بصي اسهل حاجة السايبر اللي تحت البيت اتبع هوب على طول داونلود وحط البيانات الاساسية بتاعتك وسند على طول للوظيفة ده انتوا طبعا بتشوفوا حاجات كتير قوي لا تعملت للواقع الحقيقة انا اشتغلت فترة صغيرة قوي في مجال الاتش ار يعني وشفت حاجاتي يعني فيها العجب يعني وعشان كده انا كابولة لما اكون مثلا ببعت السيفي بتاعت الجهة معينة بكون بتحرط دقة عشان مش يعني الاخطاء اللي احنا بنوريها للناس عشان ما يععش فيها ماينفعش احنا كمان نقع فيها فالسيفي تبقى كويسة ماينفعش استخدم اي برامج وخلاص اللي هي التابلتس او السامبلز اللي بتبقى جهزة ديت العينات بقى اللي بتبقى موجودة مميزك او بالزب واوات بيبقى فيه بهرجة كمان في كتابة السيفي ازاي يعني مثلا فيه ناس بتستخدم الوان كتير قوي يهيق ليهم ان ده ممكن يبقى اتراكتف كده وملفت للنظر هو ما يعرفش ان دي ممكن تبقى ويكنس بوينت ونقطة ضعف نقطة ضعف توقع او تخلي السيفي بتاعته تترفض اصلا من قبل ما تتبص عليها فكرة الصور الشخصية اللي احنا بنحطها احنا بنحط صور طب هل الطلب مني في الايميل او في الصيغة الاعلان المعلن نحط صورة ولا ما نحط الصورة طب لو ما اتطلبش ما نحط الصور ده بس المعروف اني السيفي بيبقى ما احطط له صورة شخصية بصي المدارس الفكرية اختلفت في الحتة دي المدرسة اللي يعتبر هي الادق في الحتة دي ما نحط الصور الا في حالة واحدة بس لو الجهة طلبت صورة وتكون حديثة وتبقى صورة فورمل يعني ما اخدهاش سيلفي او انا وصحبي مثلا لا يعني ده مش فورمل خالص يعني ومش بروفيشنال خالص في تقديم السيفي طب وليه ما احطش صورة يعني كنا زمان عارفيني ان هي الصورة بتبقى عن سيفي يعني انا بشوف الشخص ده بصي خليني انهالك يعني اختلفوا كتير في الحتة دي بس وجهة نظري الشخصية احنا لو حطينا صورة احيانا النفس البشرية بتميل لان الشخص ده ممكن يبقى وشه مريح اجيبه لا الشخص ده قفلت من صورته فممكن ما اجيبوش ممكن يبقى شاطر جدا ممكن يبقى ملامح وشه الصورة اللي خدها اليوم ده تكون اطلقت لي وهو عنده مشكلة مية مثلا صحيح في ايه يحصل هو الظلم في الانترفيو بسبب الصورة بتاعته فده وجهة النظر النفسية بقى لو خدناه من ناحية نفسية لكن كناحية احترافية شوية يفضل ما نحطش صور خالص الا لو اطلقت تمام طيب كل دقيقة ده قبل الانترفيو يعني لو قاعدنا صح هنرتاح نفسيا في اول دقائق الانترفيو طيب واحنا بنكتب السيفي بتاعتنا بيباليها كريتيريا معينة او معايير معينة اول حاجة ملفتة للنظر هي ايه الاسم فانا بحط الاسم ورقم التليفون والايميل وممكن العنوان ودي برضو اختلفوا عليها الايام دي دي هتتحطي ما تتحطي ليه قالوا ما نحطش العنوان قالك عشان لو المكان بعيد فممكن ده يمنع الشخص ان هو يحصل على الوظيفة فهو كده كأنه بايده يطير الوظيفة من ايده وايس فبرضو يعني دي شوية فيها اختلافات وان كان الشركة لو هي شركة موضوعية في الاختيار يعني ممكن متبصش قوي للعنوان الا في حالة واحدة بس لو انا مثلا في اكتوبر والشركة في النزهة مثلا فتعشان يجيلي مش هقال لي من ساعتين فلا انا اختار الاقرب جغرافيا للايه دي المكان طيب كل ده بنعد طيب بعد كده بندخل على حاجة بيسموها الكارير اوبجيكتف او الهدف الوظيف انت جاي تشتغل عندنا دي واغلب الشباب يروحوا بغدين كده في شركة رائدة ومش عارف هو اصلا مش عارف الشركة اللي رياحة بتاعت ايه صحير وده يعني بيطلقت بسهولة يعني لو ما فيش الاتس يعني وهيبصوا على السيفي هات خلاص معروف ان ده الشخص ايه جايبوا من السايبر التحت البيت طيب بعد كده بندخل بقى على المؤهلات التعليمية او الدراسية وكده الخبرات الوظيفية اللي انا مرد بيها ونيجي بقى في النقطة اللي بيبقى فيها مساحة يعني الفتي او ال انا اقول الابداع بقى انا يا شاطر في العمل تحت ضغط ومجرد ما اضغط في الانترفيو انا عايزة اتبت شغل خلاص يعني ممكن يدخل الحمام ويعاية ده لو كمل في الانترفيو يعني تمام وبعدين في الواخر خلاص بنحط لو فيه مثلا الهويات او مثلا لو فيه مثلا ريفرنس حد يرجعوله عشان يسألوه يسألوه عني وهكذا فده كده ملخص سريع للإعداد طبعا كل نقطة في دول محتاجة بقى وقت في الشرح اه صراحي كبير طبعا انا عديت او انا خلاص تمام وعديت وانا رايح بقى كويس انا بروح شكلي عامل ازاي قبل ما انا ما دخلتش دلوقتي في المقابلة حلو انا اروح بقى شكلي عامل ازاي لابس ايه انا كبنت شكلي عامل ازاي يبقى لابسة ايه لان احنا انا برضو بسمع حاجات كثيرة قوي ممكن تكون بتحصل في المقابلة طيب بصي خلينا نقول الفورمال ما يختلفش عليه اتنين طبع حتى لو المكان ما طلبش في صياغة اعلان الوظيفة ان الحضور بيكون بالملابس الرسمية فانا يعني اقفلها على نفسي وعلى اللي هيعمل معي الانترفيو واروح بفورمال او سيمي فورمال اللي هو اميسو بانطلون او بليزر مسلا مش لازم التكتيفة اوي والكرافات والكلام ده كل كويس طيب انا بروح بلبس مريح مايكونش جذاب وده للولد والبنات البنات ما فيش اكسيزوريز كتير او اللي هي بتبقى ملفتة للنظر وتاخد العين كثير وحاجات كتير حتى بيسموها كده في مجال الكميونيكيشن بيسموها النونفيربال كوميونيكيشن يعني التواصل غير اللفظ اوقات ريحة البرفيوم بتاعت الشخص تبقى ملفتة فممكن شخص يترفض بسبب حاجة زي كده اوقات وده برضو مش معيار موضوعي في القبول او الرفض لكن احنا مش عارفين نفسية مش عارفين نفسية اللي هيتعامل معي بتاع الاتشقر ده هيبعمل ازاي فانا بحاول اراعي كل اللي المفروض اراعي قبل ما اروح طيب لبسي كويس حالق ده اني للولاد البنت عاملة شعرها كويس الميكا بيكون ميكا براي وهادي يعني مش محتاجين بهرجة خالص اروح قبل المعاد بربع ساعة نص ساعة مش ضامن للطريق لان دي ورضو نقطة بتتاخد على المتقدم للوظيف يعني ما بقاش رايح متلهوج ومستعجل وابقى اروح طبعا لو على الان تايم بقى بقى عرقان بقى وعايز اشربه ونفسي طالع نازل طب وليه طب ما انا ادي اهتمام للمقابلة الشخصية مدام دي هاتب هي مصدر رزق وشغل ليا فانا محتاجة اديها الاهتمام اللازم واروح اخد وقت كده وممكن اشرب مشروب لو فيه امكانية اشرب مية اراجع افكار اللي انا هبدأ اقولها جوه الانترفيو كل ده بيكون قبل يام طبعا لو سيمي فورمل فيه شباب بيروحوا موقفين شعرهم ودقنهم طويلة قوي فطبعا كل دي اشارات غير ملفوظة بتتكلم قبل ما اقول صباح الخير او مساء الخير صحيح فيه ناس بتترفض بسبب حاجة زيارة روصة انا خدت الانطباع بالضبط والانطباعات الاولية ممكن تخليني اخسر وظيفة بالرغم ان ممكن اكون مش كواليفايد ده انا ممكن ابقى اوبر كواليفايد صحيح فالاعداد الجيد يخليني اتجنب اي مشكلة يوم اترفض لازباب تيكنيكل او حاجات فنية في المهارات اللازمة للوظيفة يبقى ديك كصة تانية يبقى انا محتاج خلاص اجربت حظي في المكان ده اشوف شركة تانية لكن الجزء اللي هو الاجرائي او الاعداد للموضوع محتاج ان انا ابقى مراعي قويس جدا ده ما قبل ده كل ده ما قبل يعني لو عايزة نقول كمان نقول يعني طيب احنا خلاص حضرنا لسي بي وخدته معي وروحنا وعملنا لبسينا فورمل وكل حاجة تمام انا بقى وصلت وداخل المقابلة حلو انا دايما اسمع ده احنا بنتوتر ده انا متوتر الى الموضوع ولو بقى حد خارج من المقابلة طب هو سألك في ايه طب انتو كلمتو في ايه بنسمع حاجات كتير قوي بصيم مشاعر الخوف دي مشاعر طبيعية جدا ولو محدش قلق كده اللحظات يبقى مش انسان حضرتك قبل الهوى بتبقي برضو في مشاعر خوف سنة صغيرة برغم ان انت متمرسة في اللقاءات لكن ده شعور طبيعي طيب اللي مش طبيعي ان انا ابقى اوفر في الموضوع وعرق بقى وينشف ومش اعرف اقول كلمتين على بعض عشان كده بيتقال في اول خمستاشر لعشرين ثانية وانا داخل من باب المكتب اللي هعمل فيه الانترفيو لغاية لما اقعد الوقت ده او المدة الزمنية دي تقدر بعشرين ثانية تقريبا اللي هو خطوتين ثلاثة اربعة اقعد على الكرسي والمصفحة اذا كان فيه مصفحة او لا حسب الاعراف الاجتماعية اللي احنا بنعيش هنا العشرين ثانية دول لو اتش ار شاطر هيقدر يستنتج او يستشف سمات اساسية من الشخصية اللي هتقعد قدامه ده اللي هو شاطر في العشرين ثانية في العشرين ثانية طب هل ده حكم يعني يتبني عليه قرار لا الحياة لا بس فيه ناس مش موضوعية رجعتاني النقطة الموضوعية وما بيعرفوش يبنوا اللي على الانطباع الاول اللي اخدوه عشان كده بنقول دايما خلي انطباعتك الاولية ايجابية عشان سيفسر كل ما تقول بنان على اللي انت سبته في الاول صحيح والعكس صحيح كويس طيب دي بقى بيسموها النون فيربل بقى لكل ده الكلام بغير اللفظ طيب دعالوا نتكلم في حتة شوية المصفحة اسلم ولا مسلمش وقاتني بعايزين نسلم وممكن انا مش عارف هو هيسلم ولا مش هايسلم او هي ممكن تبايت شعر واحدة صحيح وانا واحد ذكر يعني او العكس ممكن يبقى اختلاف الديانات فانا مش طب نعملها نعملها ازاي بقى نقفلها على نفسنا وممكن ابا داخل بهزة الدماغ ده اللي ماء بتاعت الرأس كويس طب لو هو قام وقدى ترحيب ومد ييده ودي برضو ممكن توحي ان هو مش شاطر قوي في الحتة دي لانه برضو مش مراعي مين اللي قدامه هل اللي قدامه بيسلم ولا ما بيسلمش جايز تكون البنت دي مثلا HR هي اللي بتعمل الانترفيو وتمد ايديها لحد يكون مسلم مثلا وهو متوضي فممكن النتيجة مش عارف يسلم فممكن يحصل احراج بشكل كبير قوي فتلاقي الانترفيو كله توطر بقى وقلق وعرق وانا تكسفت وانا احراجت فعشان كده بنفصلها تماما يعني ما نسلمش طب لو فيه امكانية ان احنا نسلم والطرف التاني رحب بدا وبدأ يقوم من مكانه ويمد ايده خلاص دايما نخلي المبادرة تبقى من عندي مين من الطرف اللي قدامه الشخص اللي بيعمل الانترفيو طب لو هو ما بدرش وهو من وراء المكتب حتى ما كلفش خطره وقام وهز دماغه كده خلاص صباح الخير او مساء الخير وقعد على الكورسي ما كان بس خلاص كل ده في الكام ثانية 20 ثانية 20 ثانية ده بيفوتوا هاو بيحصل فيهم كل ده كل ده بيحصل وهو يعني لو شاطر عينه هتبقى مرأبة وامتبع الحدث كويس جد كويس قعد قعدت بقى هي دي بقى هنا بقى ده بيبتطي بقى في المعارب هنا بقى المعاركة بقى ده بنشوف معايرك ده موين احنا المعاركة اللي قبل كانت يعني أخف وطأ صح وبسأل اللي خارج طب سألك في ايه طب مش عارف ايه صحيح وبالمناسبة فيه انواع للانترفيوهات يعني فيه التراديشنال الانترفيو اللي هو التقليدي تقليدي أنا قدام الـ HR أو الـ HR معي فيه حاجة بيسموها الـ Group Interview هو HR واحد ومترصص قدامه 3-4 أشخاص متقدمين للوظيفة ويلفف السؤال عليهم بقى الـ Interditor self يقدم نفسك عرف نفسك وهكذا والسؤال اللي بعد وهكذا تمام وفيه بقى حاجة أصعب بقى اللي بيسموها Panel Interview عرفة لجنة المحلفين 3-3 أشخاص على واحد اللي هو المتقدم للوظيفة 3-3 أشخاص من جوه المكان من الشركة أو المؤسسة جدا وفي الغالب في شخص منهم هتلاقي قعد كده اللي هو الصامت اللي هو ممكن يبحث رجل على رجل مسك وراء وقلم ما بيعملش أي حاجة لأنه هو بيعمل ايه؟ بيتابع وفي الآخر بيروح رازع الشخص سوال هو ده اللي بيكون الفايصال يعني الصامت ده كله أيها فما يهزناش لو إحنا واثقين في ربنا واثقين في إمكانياتنا وقدرتنا وعندنا من الثبات الإنفعالي اللي يخلينا ندير الحوار بشكل كويس صحيح الموضوع هيعد بسلام وده واقف على حتة مهمة جدا على فكرة دي في الإعدادات النفسية أو التهيان النفسية الإحاءات والكلمات الإيجابية يا طرح أنا بقول لنفسي إيه وأنا داخل الانترفيو وأنا بستعد للانترفيو هل بقول لنفسي أنا مستحقش الوظيفة دي كل دول قدامي وأنا اللي هاخد الوظيفة أنا حاسس أن أنا أقل من الآخرين أنا مش مستعد كفاية كل دي إحاءات وكلمات إيجابية سلبي عفون بتأثر عليك من جوه يعني وأنا في المقابلة نفسها سليمان الحكيم كده يقول أي حلوة في أمثال 23 سبعة يقول إيه لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو فاللي بفكر فيه وبشعر به بيطلع على أرض الواقع فأنا محتاج أراعي الـ self-talk أو الحديث الذاتي اللي أنا بتكلم به مع نفس إما إيجابي فيقودني النتيجة إيجابية أو سلبي فالنتيجة برضو هتكون سلبي سلبي قعدنا بقى وهنا بقى بتبدأ اللقطة الأولى عايزة أكمل لحرك برضو الأنواع الإنترفيوات يعني ربنا يكرمنا جميعا بال اللي هو بيسموه الميل إنترفيو مقابلة غداء عمل طبعا دي في شركة بتبقى مالتي ناشونال حاجة كبيرة طبعا طبعا يعني مش هاي حد بيروح يتعمل له إنترفيو يتغدى معي بس ده بيبقى حد تقيل بقى طبعا وصل من الخبرة والكفاءة والسنين الخبرة اللي هي تؤهلوا ده فيه الفون إنترفيو ده بيبقى ما قبل بالمناسبة ودي نقطة مهمة جدا ليه بقى لأن الإنترفيو لو أنا بعدت سي في فأنا في خلال أسبوع أو عشر أيام بالكتير قوي متوقع أن المكان اللي بعدت لهم السي في بتاعت يعملوا إيه هيتصلوا بي يبقى محتاج يكون المكان فيه شبكة لو لقيت الشركة كلموني من الرقم الرسمي بتاعهم أو الشخص بتاعهم وأنا في مترو مثلا أو في مواصلة ما فيش مشكلة أرد لكن أعتذر بشياكة وقالهم ممكن تدوني عشر دهي ربع ساعة أكون في مكان مهيئ أه ده بالعكس لكن لما أفضل أتكلم وعمل الإنترفيو في المواصلة العامة ما أنا مش أسمع فبالتالي ممكن فيه حاجات تسقط أو أجاوب عليها بشكل مش احترافي فأنا برضو بخسر وظيفة بسبب أن أنا إيه مش احترافي أو مش محترف في الحتة ده صحيح طيب ما ينفعش أحط رقم يبقى طول الوقت مش متاح لا رقم يبقى متاح وبخصوص الإيميل برضو اللي ذكرناها في الأول ما ينفعش الإيميلات اللي هي مش فورمل يعني أغلبنا بيعمل مثلا الإيميل بيكترح لنا الإيميلات اللي ممكن نكتبها فمثلا بولا مش عارف كوكوهو مثلا مش عارف إيه وعرف أنت الحاجات دي لا بولا دوت مكدي وهكذا الاسم فورمل ممكن يضف لي 98 47 دي مش مشكلة لكن لازم يبقى إيميل إيه فورمل ده بيعبر عن ويوحي أن أنا شخص إيه لا يعني جدي حدد طيب كل أنواع الانترفيوهات دي بتوصلنا أن إحنا ندخل ونقعد على الكرسي ونبدأ بقى الانترفيو وهنا دايما المبادرة بتكون من الشخص الريكروتر هو اللي بيبدأ إلى سئلة وفي الغالب في الغالب لو التقليدي بيقول عرف نفسك ودي نقطة مهمة بقى لو أنا مش عارفني فمش عارف أعرف نفسي للآخرين ليه أوقات بنخسر وظائف وتكون وظائف حلوة جدا رغم أن أنا مؤهل وعندي الإمكانيات والخبرات بيقولوا كده حاجتين يا إما أن أنا ممكن أكون مش عارفني فمش عارف القدرات اللي عندي أو عارفني يعني عارف القدرات والمؤهلات اللي عندي لكن ما عنديش اللي هي طريقة العرض فيه كلمة بنستخدمها بس الناس بتفهمها غلطة فكرة إزاي تبيع نفسك لو الكلمة مش عاجبة الناس إزاي تسوأ لناس تسوأ لناسك صحيح دي أدق وأشيك في التعبير طب أنا ممكن يكون عندي مؤهلات حلوة وخبرات جميلة ومهارات رائعة بس مش عارف أقول فهنا بقى محتاجة بقى متضرب على ده ودي فاكرة لما قلت لك العالم يفسح الطريق لمن يعرف نفسه وإلى أين هو ذاهب طب هل نوع من أنواع الغرور إن أنا أتكلم عن نفسي في الانتربيو لا كتير من الشباب أو ثقافتنا المصرية في الغالب ميلا لفكرة إيه ما يحدش يتكلم عن نفسه كتير لحسن أنت أصاب بالإيه بالباب والأنا أنا مش بتكلم عن نفسي أنا مش بتكلم عن نفسي علشان أفخم في نفسي لكن أنا بتكلم عن نفسي علشان أكادش الوظيفة دي أو أحصل على الوظيفة دي كويس فأنا محتاجة إن أنا أعرف نفسي بشكل واضح وصريح أنا مين مؤاهلتي إيه عملت إيه في حياتي لو سألني بقى أنت شمعنا الشركة اللي إحنا وفي طبعا إجابات واستنباط باب تبقى محفوظة شركات جميلة وحلوة ماشي هيقولك لو هو واحد فهم يقولك طب بعدين ما إحنا عارفين إن إحنا جمال وحلوين وفي واحد تاني يقولك إحنا عارفين أنتوا ماشيين بمبادئ وسياسات واضحة طب عرفتها منين فكل ده بيبقى كلام محفوظ يا إما أنا فعلا دخلت وعملت سيرش وبحثت عن الشركة دي يعني مفروض قبل اللي إنت تزولي للشركة اللي أنا رايح لها أعرف عنها بتشتغل في إيه ودميتها إيه طبيعا طبيعا يعني مثلا في اللقاء مثلا زي ما حضرتك دلوقتي مطلوب حضرتك تعرفي هتكلمي مين وأنا هعرف هتقابل مع مين طب مدة اللقاء هيكون قد إيه على أل التفاصيل طب في حاجة بيسموها السالر سكيل يعني الوظيفة دي سعرها في السوق X من الجنيهات طيب هل أنا عارف السالر سكيل ولا هروح هروح ضارب رقم في العلالي أنا كسر هيقولولي يا لأ أنت بعيد عننا خالص أو أننا ما بقاش عارف لسالر سكيل ولا عارف قدراتي تجيب كام في السوق سعري كام في السوق فراحطة رقم يبقى أقل من الإمكانيات القدرات دي طب خلينا نقف عند النقطة دي نقطة السالر دي كلنا بنتكسفت منها يعني لو المتقدم أنا جاي مثلا من وظيفة فأنا مش أقولك أنا باخد كام كويس يعني أنت من حقك شركة جزيلة أنا مش من حقك أنك طرف أنا باخد كام أنا من حق أسمع منك أنت هتتزيني كام فأنا مش أقول وطبعا اللي قدامي محتاج اللي هو طبعا قولي أنت متوقع قد إنك تاخده هنا أخرج من ده إزاي طيب هو ليه بنتكسف أصلا نقول وبعد ما بنتكسف نقول وفي الآخر بنوافق على اللي اتكسفنا نقوله ونفضل نعيض بعد كده في الآخر ونقول ياريتني ما كنت عملت كويس طب ما أنا أقولها بشكل واضح أنا مش مدي لما أتكلم عن القيمة اللي هاخدها نظير الوقت والمجهود اللي هقدمه في الشركة ده مش معنى أنا شخص مدي وبحب الفلوس ده أتعب أنا أتعب وبقدره بالشكل اللي هو المناسب لا هو هوي قوي ولا هو لو قوي لا فوق قوي ولا تحت قوي طيب الفيصل في الموضوع ده قول أنا كنت بأخد مثلا مثلا خمس تلاف جنيه كويس والشركة دي مستوها أحسن ومعرفتش السالر سكيل بتاعها كام اللي هو المتوسط بتاع المرتبات فأنا أقول أنا عندي خبرة مثلا ثلاث أربع سنين في الحتة دي وكنت بأخد خمس تلاف مثلا لما هروح الشركة دي أعلى في المستوى وفي المكانة بتاعتها في وسط الشركات فأنا متوسط أحط من ألف لألفين جنيه زيادة متوسط ممكن أكتر وارد طب ممكن أقل لا طبعا طيب لأن أنا كل واحد بيبطامح لن هو يعمل إيه أنا هغير أعالي طبعا طيب يعني الحد الأدنى أقول نفس الرقم اللي أنا كنت بغده طب لو اتسألت كنت بتاخد كم ما أنا لازم أقول عشان هو ممكن يحط الرقم اللي كنت بغده بالرقم اللي أنا عايزه ويعرف إن أنا مش عارف أقدر نفسي كويس جد أو طمعان في الشركة اللي هو داخل بقى يستغل الشركة بما هي شركة كبيرة وبالمناسبة الشركة ما عندهاش مشكلة لو هي شركة كبيرة وقادرة على العطاء ما عندهاش مشكلة تدي بس تدي مين شخص المناسب بقى صاحب كدرات وكشفات أشكرك اللي عنده اللي يرفع الشركة انت هتضيف لي إيه طب حلو لو أنت أقنعتني بنفسك وسوقتلي نفسك كويس جدا في الانترفيو أنا ما عندش مشكلة تاخد الرقم ده وعلى استعدادك أكتر بس هتديني مقابل وفي جملة كده تقال إن الناس مش بتديك فلوس على الوقت اللي بتقضيف الشغل بتديك فلوس على قيمة الوقت اللي أنت بتقضيف الشغل أنا ممكن أعود 13 ساعة في الشغل ومش منتج وممكن أعود 6 ساعات في الشغل وحقق إرادات وأرباح للشركة بأرقام صحيح صحيح يبقى أنا محتاج لما أتكلم عن السلري أقول المرتب أنا كنت بياخد كذا ومتوقع كذا طب لو تقالي ده عالي شوية ندخل بقى في مهارة تانية بقى اسمها النجو الشيشان بقى تفاوض بقى نتفاوض ودي الحقيقة مش كل النشرة ترى فيها ليه بقى عشان معلمه لناش وإحنا صغيرين ما تعلمناش يعني تفاوض ولما علمونا التفاوض معلمه لناش بمعنى التفاوض اللي هي التفاوض لا ده مساومة وفي فرق بين المساومة والتفاوض التفاوض أنا محتاج أطلع بنظري بيسموها win-win situation أنا أكسب وحضرتك تكسب طب المساومة لا أنا عايزك أكسب وخسر اللي قدامي في الغالب يعني طيب أحيانا اللي قدامي عايز هو يكسب ويطلع مني بأقل القليل يعني ودي له أكثر الكثير كويس؟ طب أنا عايز أعمل إيه؟ أتفاوض عشان أوصل طب اللي رقم أنا رولت رقم عالي هو عايز يقلله خالص طيب إحنا ممكن نوصل لحتة وسط كويس؟ وبعدين أقنعه بنفسي طب أنا اشتغلت الشغلانة دي كتير وعندي خبرة فيها طيب الحتة دي ممكن أخيرها فين؟ وفي الآخر خالص ديل أورنو ديل يعني فكرة إن إحنا محتاجين للوظيف أه محتاجين للوظيف الزروب بقت صعبة دلوقتي وعايزين نشبط في أي حاجة ده حقيقي وخصوصا لو رب أسرة فقد وظيفة عايز يترقف وظيفة تانية أو يروح المكان تاني فبنبقى عشمنين قوي في الشركة الجديدة اللي إحنا هنروح فبلاش تقبل بالعرض الأول طب هل دي نوع من أنواع يعني أنا الله طميني مسألة على حاجة عفوا في التعبيد لا خالص بس أنا محتاجي أن أنا أبعارف قيمة نفسي كويس جدا طب الفريج اللي هو لسه متخرج جديد يعني آسف أنا عندي إيه اللي أقوله أصلا احترامي لكل الشباب اللي متخرجين جديد كلهم أو معاشف خطأ التعميم أغلبهم عايز يتخرج ويعود على مكتب وياخد إكس من الآلافات الجنيهات أما ده مش منطقي طيب أنت عملت إيه قبل ما تتخرج في طلبة شاطرين قوي بيشتغلوا وقت الكليات في طلبة شاطرين بيعملوا مشاريع أثناء الدراسة فعنده خبرة يعني أنت عارفنا ما بقول أحيانا لو وقفت في صيدلية خبرة لو وقفت في كشك تبيح حاجات اسمها خبرة أحسن من المعمل أعمل إيه معمل شحاجة طيب هل أكتبها في الفلسيفي بتاعتي ولا أتكسف الحقيقة في وجهة نظر المتوضع بغض النظر الناس هتوا فيني أو لا أنا شايف أنها تتكتب طبعا وخصوصا لو أنا إيه لسه فريش لسه طول لسه متخرج طيب كبرت شوية وبعد خبرات خلاص مش محتاج أن أنا أكتب أن أنا كنت شغالة في الكشك الفلاني اللي على نص يتبيتنا ليه بقى لأن فيه وظائف تانية بخبرات أكبر أنا خدتها اتضفت لي صحيح فدي بقى لها الأولوية تحطت في الحتة الأولى يعني آه كويس طيب في وسط المقابلة أحيانا بنبقى خايفين وقلقانين وده بيعمل زعر الناس كتير قوي أن أنا تسئل سؤال ما عرفش الإجابة بتاعته جدا آه يعني كده خرجنا بره فكرة المرتب والفلوس وحسبناها قول اللي حسزك أن أنت متقدر في المكان صحيح عشان لو قبلت باللي أنت مش موافق عليه ما تزعلش غير من نفسك كويس طيب نوعية الأسئلة اللي ممكن أتسئلها وأنا ممكن مش عارف أرد عليها ممكن واحد يكون عمل مشكلة ما في الشغل أو اتجنه عليه في مكان معين وساب الوظيفة أو هم سيبوا الوظيفة طيب أقول سبت الوظيفة ليه ولا ما أقول شي ده سؤال مهم جدا طيب أنا هقول بس أبقى حكيم في اللي أنا هقوله يعني دايما كده إحنا أولاد ربنا يعني أولاد الله ظاهرون وأولاد العالم برضو إيه ظاهرون فأولاد ربنا مش هكذبوا مش هقولوا حقيقة غير الحقيقة لكن برضو خليك إيه برافو بس بصي يعني خلينا نقول أن هي برضو القناعات والإطار الروحي أو الديني بيحكم ناس كتير وفي ناس ضميرها واسع وعادي جدا يعني ممكن لو عمل مصيبة في شغله الأولان ما يقولش ويقول الشركة ويقول هم اللي عندهم المشكلة مع أنه خارج يعني سوق سير وسلوك زي ما بيقول صحيح فخلينا نقول يعني اللي أنا بقوله ده وجهة نظر شخصية يعني مش لازم كل اللي بيسمعني ويشوفني دلوقتي يكون بيعمل بيها الأمانة مطلوبة كويس بس مع الأمانة في جناح تاني حلوة اللي هو الحكمة بقى أقول إزاي اللي حصل أحاول أصيغ الجملة بطريقة ما تشوهش صورتي بحيث أكسب الوظيفة وفي نفس الوقت برضو أخلاقياتي ما تسمح ليش أن أنا أشوه في المكان اللي أنا كنت فيه حتى لو ظلموني معادلة صعبة دي جدا جدا يعني إزاي أنا هم معادلة صعبة في زمن صعب صحيح دلوقتي الإثيكس والقيم والمعايير والأخلاق اللي احنا تربينا عليها يعني شبه مضروبة صحيح كويس طب هل مازال في ناس محافظة على القيم والأخلاق في عالم موحش فيه بس يعني نسبتهم مش هنقول قليلين لكن هم مش كتار زي الشريحة الأكبر طيب أنا في الأول وفي الأخر عايزة أعمليه من وراء الشغلنا أمجد اسم ربنا من شغلنا اللي هشتغلها طيب ده أنا رايح أشتغل خدمة عمل آه مهلا ما يشوفوك يروا أعملكم الحسن فيمجدوا أباكم اللذي في ليه في السموات كويس فأنا محتاج أبين أخلاقي أبين اعتقادي أو معتقد الديني محتاج أن أنا أبين خبراتي ومهاراتي طيب لو في مشكلة حصلت في شغل القديم أقول ما عنديش مشكلة بس أقولها باحترافية وبنوع من الحكمة يعني يعني أنا متخانئ مع صاحب العمل كويس في الشغل القديم تمام مرضيش مثلا يزودني في الفلوس أو أنا خلاص مش لقي منهم أي تأديرات تانية ولا أي حاجة ودبت قناءة وخلاص حال ما أنا مش أروح أقول أن أنا أتخانئت معهم طبعا دي نوع من عدم الحكمة بالظبط أجيبها إزاي أنا أتخانئت معهم وأنا عايز أوصل إلى قدامي كمان أنا أتخانئت معهم بسبب كذا عشان أنتوا تاخدوا بالكم من ده دي رسالة اللي هي الدمية بين الصطور يعني وعلى الفاهم أن يفهم طيب بصي خليني أقولك على حاجة أنا لو عملت مشكلة مثلا أقولها بس بشكل حلو مثلا الحقيقة أنا سبت شغل الأولاني لأننا كنا متفقين على مرتب معين ورضيت بالمرتب وجينا نتغير المرتب فحصل اختلاف وجهات النظر فالنتيجة أن ما اتفقناش فحصلت مشكلة وده سهل هو بس ده إيه ده طيب هل محتاج أن أقول مشكة المدير ضربته أو هو ضربني الحقيقة يعني مش هنقولها بشكل واضح لكن لو مثلا لو أنا معليش غلط والمدير اعتدى علي مثلا طيب أنا أدوري أن أنا دافع عن نفسي طيب هنا اللي هيشوفني بيعمل معي الانترفيو الجديد هيفتكر أن أنا بلطجي وبتاع خنايت في حين أنا مظلوم وهنا عايزة أقولك زي ما أقولك إحنا كلنا بشر فالHR ده شغلانته شغلانة مهمة جدا وصعبة جدا لازم يكون موضوعي في نظرته وتحليله للشخص وللموقف اللي قدامه لو بنى على معتقداته الشخصية وعلى نظرته وعلى عينه القاصرة للموقف الحقيقة ممكن يظلم ناس كتير قوي صحيح فعشان كده أنا بوصي كل من هم في مجال المقابلات الوظيفية أو المقابلات الشخصية أرجوك يعني رعي ربنا في الشخص اللي أنت بتتعامل معي لو يستحق الوظيفة يعني ليه لا حتى لو مستوى أنت شايف أنه هو لا ده من حتة أسف يعني ممكن تبعي الناس أقولك ده شعبية منطقة شعبية فليه؟ نعملوش علاقة في ناس بيتفكّل ده من حتة مش عارف كذا طب عايزة أروح لسؤال يكد يكون خرافي بنسمعه كده اللي هو أنت شايف نفسك كمان خمس سنين شايف نفسي ممكن أقولك شايف نفسي مكانك مزير يعني وارد أني أقولك أكملها أكملها وحضرتك في مكان أحلى أيها ليها تكملها طيب أجاوب على الأسئلة دي إزاي بصي خلينا أقولك لو السؤال ده سؤال تقليدي من شخص تقليدي فهتيبقى ليجابة روتينية وتقليدي لكن لو سؤال طلع من واحد يعني بيفهم وعارف يعني إيه مقابلة شخصية فهو عايزة شوفني صاحب رؤية ولا لأ عايزة شوفني هفضل محلك سر في الشركة اللي أنا فيها ولا هبقى هطلع في حاجة بيسموها الهيراركي سيستم اللي هو النظام التدرج الهرمي وعشان كده لما بنيجي نعمل مثلا كورسات للشباب عن الانترفيو نقول إيه في الآخر خالص هو بيسيب لك مساحة للأسئلة لو ما تكلمتوش عن المرتب ما تسألش عن المرتب خليه في الأواخر طب أسأل عن إيه حضراتكم بتعملوا تريننج للمتقدمين الوظيفة ولا لأ طيب في وقت مثلا معين بتعملوا كمبات فمش عارف بتعملوا كذا بتعملوا كذا فالأسئلة اللي بسألها دي بتبين له إيه بتبين له لنا مش بس عايز فلوس آه كلنا عايزين الفلوس يعني بس أنا عايز أتطور في الشغلان دي من وقت للتاني بتعملوا زي الكيبي أويزة ليه مؤشرات قياس الأداء ولا على الله إن شاء الله كويس في ناس كده وفي ناس كده أكيد فإحنا محتاجين نبقى شطار قوي في إن احنا نبقى نقول إيه مهمة هتقول إيه لكن الأهم هتقوله إزاي واللي هتقوله هيبقى هو ده اللي خلاص عارف تتأخذ حقك في الانتفيو وتبقى قدراتك بينها ده هيدين طبعه بعد كده أكيد يعني رب الله طبعا يوفق في الأول في الأخذ يعني مش نهاية الكون يعني صحيح يشتغل على نفسك تاني لو قدرت تسأل هو أنا ليه ما تقبلتش عندكم لو هم قالوا يبقى قتر خيرهم واشتغل على نقطة الضعف دي وكمل وخلاص كده شكرا لك يا أستاذ بولا شكرا لك شكرا لك أستاذ بولا مجزي تودروس استشاري تدريب وتطوير مؤسسات استشاري صحة نفسية وإرشاد وصري شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك